انخفاض في نسبة الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي بأقل من واحد في المئة هذا مقارنة بالعام الذي سبقه أي عام 2022 هذا ما كشف عنه التقرير للإحصاء الصادر عن مديرية الأمن العام فهل من دلالة يمكن أن نبني عليها من هذا الانخفاض ما الذي يعنيه حصول عدد الجرائم للعام الماضي نحو 23 ألف جريمة هل الرقم عادي طبيعي مقارنة بعدد السكان أين يقع الأردن من النسبة العالمية من حيث عدد الجرائم نسأل عن أنماط الجريمة وأشكالها أيضا نسأل إن كانت تغيرت فعلا أنماط الجريمة في المجتمع نسأل عن ارتفاع معدلات اللجوء إلى الأردن وأثره على نسبة أنماط الجريمة نسأل كيف أثرت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على معدل الجريمة وأنماطها وعن الطرق أيضا للحد من نسب الجريمة في المجتمع أستمع لإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي لكن قبل أن أبدأ الحوار دعونا نتعرف أيضا على نسب الجرائم الارتكب في الأردن في الفترة بين عام 2018 و2023 وسنحلل دلالات تلك الأرقام لكن قبل ذلك اسمح لي أن أرحب بضيوفي أستاذة علم الجريمة الدكتورة خول الحسن أهلا بك دكتورة وأهلا بالخبيرة الأمني الدكتور بشير لدعجة أهلا بك بشير بين صوت المملكة بدأ أهلا بكم قبل أن نبدأ الحوار دعونا نتعرف على نسب الجرائم المرتكبة في الأردن في الفترة بين عام 2018 و2023 نحلل دلالات تلك الأرقام صعودا وهبوطا في عام 2018 ارتكبت في الأردن نحو 24300 جريمة لترتفع في عام 2019 نحو 26200 ومائتين بنسبة ارتفاع وصلت إلى 8% هذا 19 مقارنة بالعام 2018 لكنها عادت تنخفض عام 2020 لأن كورونا إلى نحو 22200 بنسبة انخفاض وصلت إلى 15% مقارنة بالعام الذي سبق لتعود وتنخفض أيضا عام 2021 إلى نحو 21000 جريمة بنسبة انخفاض بلغت 5% ارتفعت في عام 2022 إلى نحو 23000 جريمة بنسبة ارتفاع بلغت 9% لتنخفض مرة أخرى في العام 2023 إلى نحو 22700 جريمة هذا بالنخفاض وصل إلى 48% أهلا بكم من جديد واسمحوا لي أنه جديد ترحب بضيفي أهلا بالدكتور أخولنا وأهلا بالدكتور بشير ودكتور بشير أنت يعني نظبات وتعلم ماذا تعني هذه الأرقام على سلم المجتمع الأردني كيف تشخص واقع الجريمة في الأردن اليوم يا سيدي واقع الجريمة حقيقة حاليا نستطيع أن نقول أنه هناك فيه انخفاض من خلال الإحصائيات والسنوات الماضية صحيح فيه تذبذب لكن في الغالب هو انخفاض في الجريمة رغم تزايد عدد السكان رغم تزايد التدفق اللاجئين من مختلف مناطق نعم مناطق المجاورة رغم 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 تزايد عدد السكان رغم تدفق اللاجئين من أغلب المناطق نعم هناك انخفاض تقريبا في الجريمة طبعا هذا يعود لعدة أسباب كيف السبب كما نعلم أن مديرية الأمن العام وضعت استراتيجية أمنية في الاستراتيجية للسنوات للسنوات الخمسة توقع أنها تنتهي في الفين واربع خمسة وعشرين أتوقع الاستراتيجية طبعا هذه الاستراتيجية وضعت عدة أهداف لتحقيق أهداف استراتيجية منها العمل على انخفاض الجريمة لذلك قامت مديرية الأمن العام باتباع عدد من الطرق والأساليب لتحقيق هذا الهدف من هذه الأساليب التي قامت مديرية الأمن العام العمل على صقل رجال الأمن العام وتسليحهم بالنظريات الشرطية وتسليحهم بالمهارات الشرطية الحديثة من أجل التعامل مع الجريمة وتنوع الجريمة واختلاف الجريمة الجريمة الآن اختلفت بشكل كبير جدا أيضا غير المحور التدريب أيضا قامت بتزويد جهاز الأمن العام بالأدوات والتقنيات الحديثة للتماشي مع تطور الجريمة أيضا اليوم نسبنا هذا الرقم طبيعي مقارنة بعدد سكالة من 23 ألف جريمة بانخفاض قدره أقل من 1% معدد سكان الأردن اليوم نحكي عن 11 مليون تقريبا 11 مليون تقريبا 11 مليون هل هذا الرقم اليوم ضمن النسبة الطبيعية في العالم بما يخص نسبة الجريمة أتوقع قرأت في تقرير الإحصائي الجناي أن كل 10 ألف نسمة مقابلها 20 جريمة معدد جريمة معدد جريمة 20 جريمة أي ممتاز فأتوقع أن هذا رقم إذا ما قررناه سواء في منطقة الإقليم أو في العالم فهو رقم منخفض جدا مقارنة مع جرائم المنطقة وجرائم الدول بشكل عام فهو رقم منخفض خاصة أن 11 مليون نسمة أردني عدا عن ضيوف الأردن من وافدين ووافدين وهذول ارتكبوا جرائم متنوعة داخل الأردن هذا بيقودني إلى أن نتعرف فقط على أن نسب الجرائم على عدد السكان بلغ معدد الجريمة لكل 10 ألف نسمة مزبوط نعم فيلاحظ أنه في العام 2014 حين كان عدد سكان نحو 7 ملايين نسمة كانت نسبة الجريمة 40 لكل 10 ألف نعم لتنخفض في عام 2015 إلى 25 جريمة لكل 10 ألف رغم ارتفاع طبعا عدد سكان إلى 9 ملايين ونصف المليون استمرت بالانخفاض حتى وصلت في العامين 2022 و23 إلى 20 جريمة لكل 10 ألف بالرغم من أن ارتفاع عدد سكان إلى أكثر من 11 مليون نسمة مليون وسنة وهذا يقود إلى السؤال للدكتورة تغييرت أنماط الجريمة اليوم؟ نعم بداية شكرا لحضرتك أهلا دكتورة بداية خلينا نحكي قبل أن نتحدث بأنماط الجريمة بالمؤشر الأساسي حتى إحنا يدلنا ما هو واقع الجريمة في الأردن إحنا تناولنا التقرير الإحصاء الجنائي صحيح والذي هو يتناول الجرائم بشكل عام نعم التقرير الإحصاء الجنائي لا يشتمل الإحصائيات التي ذكرتها حضرتك في المقدمة ومعدلة الجريمة التي هي 20 لكل 10 ألف نسمة من السكان هو بالرغم من انخفاض العدد الكلي للجرائم المرتكبة إلا إنه نفس معدل العام السابق لم ينخفض المعدل لم ينخفض كويس ومع ذلك المعدل دائما هو المؤشر الأكثر دقة من عدد الجرائم ماشي إشي بخلينا كمان نحكي الآن إحنا بنحكي بجرائم بشكل عام التقرير الإحصاء الجنائي لا يشتمل جرائم المخدرات التي زادت بأخر 10 سنوات بزيادة مضطردة وأيضا لا يشمل عدد الجرائم الإلكترونية التي سجلت بالعام الماضي بحدود 18404 جريمة إلكترونية 18404 هلين مع الرقمك؟ من وحدة المعلومات يعني وحدة المعلومات ماشي يعني 18404 جريمة إلكترونية في عام 2023 مسبوك وعندنا إحنا حكينا الآن والمخدرات كيف؟ نعم اللي عنا كمان حكيت وحضرتك بالمقدمة ذكرت 22784 جريمة بالمجمل نعم صحيح بتضيف لهم جرائم المخدرات اللي وصلت ب22956 جريمة مخدرات عندك زيادة في جرائم المخدرات 25% صحيح وعندك زيادة متطردة على الأربع سنوات اللي حضرتك ذكرتها بمقدمتك لجرائم إلكترونية هذا هو واقع الجريمة خلينا نحط هاي الأرقام ومن ثم نحلل ما هي أنماط الجريمة المنتشرة عندنا إذا رجعنا للتقرير الإحصائي الجنائي اللي موجود عندنا الآن إحنا حكينا أنه قلت إعطيني تراتوبية الجرائم اليوم معناته حسب الأرقام اللي عندنا أعلى نسب الجريمة في الأردن مخدرات مخدرات ب22956 نعم تليها الجرائم المكتروني ب18404 لا تليها اللي هي المعدل الجريمة العادية اللي هي الجرائم الواقع على الإنسان على الأموال اللي هي تقرير الإحصائي الجنائي 22784 جريمة ومن ثم الجرائم الإلكترونية وما أضفطلك الجرائم الواقعة العنف الأسري قديش العنف الأسري ما عندي معلومة بصدق عشان أنا أكون صادق بس ما أقول توصل إلى 10 milan و 20 mil ممكن توصل ما عندي معلومة ولكن بتضيف لهم الجرائم العنف الأسري عندك رحبام بالعنف الأسري ممكن المداخلة رح تيجي المداخلة خليها تكمل طيب خلينا نحكي كنت متأكد أنه عندك مداخلة خلينا نحكي بعدد الجرائم وشكل الجرائم والماطن الجريمة نحن حكينا نخفضت بنسبة أقل من 1% ممتاز معدل الجريمة لم ينخفض ضل 20% الآن إيش اللي زاد عندي الجرائم المخلة بالثقة العامة زادت مع الانخفاض شو يعني مخلة بالثقة بالإيش بالثقة العامة يعني جرائم تزييف النقد وجرائم التزوير الجنائي تزييف وتزوير تزييف النقد زادت بنسبة 75% مع الانخفاض الأقل من 1% والتزوير الجنائي زاد بنسبة 36% إذا ما جمعناهم جرائم المخلة بالثقة العامة نسبتها 54% تقريبا الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان القتل مع سبق الإصرار زاد 14% القتل الخطأ زاد تقريبا 7% أقل من 7% الإذاء البليغ زاد بحدود الأربعة بالمية عندنا الجرائم الواقعة على الأموال السرقة الجنحوية زادت السرقة الجنائية زادت نسبة بسيطة الشروع بالسرقة زاد بنسبة أقل من 15% الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وأكثر إشيزات فيها المقاومة والاعتداء على الموظفين زادت بنسبة 16% كويس أنا اسمع بدي أكرر معلوش بس أعطيك أخليك تعطيك أنت اللي تفضلي فيه شايف هذه الأرقام بدي أذكر الناس فيها اسمعيها تعدد تنواع الجرائم المرتكبة في أردن خلال عام 2023 احتلت الجرائم الواقعة على الأموال المرتبة الأولى بواقع نحو 15200 جريمة ثم الجرائم التي تقع على الإدارة العامة مثل الرشوة الاختلاص استثمار الوظيفة بواقع 2600 جريمة في محتلة الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة المرتبة الثالثة بواقع 1700 جريمة رابعا الجرائم المخلة بالأداب بواقع 1300 جريمة أخيرا الجنيات الجنح التي تقع على الإنسان بواقع 1200 جريمة أكبل لك كم لي بدي أوقف عند الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة اللي زادت عندي جرائم البغاء بنسبة 64% شو سببه جرائم المقامرة بنسبة 100% استنى شوي بس خليني وانا برديش تعطيني أرقام نو أعطيك المعلومة كاملة أخلي لي ليش خليني أكمل لك ياها عشان نكون دقيقين بالتحليق عشان نقوله كبس وشير صدلي خليني أحكي لك الجرائم المرتكبة من قبل أجانب هي اللي زادت ورفعت هذه النسب إذن إحنا عنا برجع لمقدمتك اللي ذكرت ما لها الأجانب قلت لي هي اللي زادت ورفعت هذه النسب الأجانب آه مش الأردنيين يعني جرائم تزييف النقد وجرائم البغاء من المرتكبة من قبل أجانب زادت بنسبة 166% وجرائم التزييف المرتكبة من قبل أجانب زادت بنسبة 316% إذن إحنا هون بحكي لك بحل للك وبقول لك وين أنماط الجريمة وين اتجاهات الجريمة بتروح بعد اللي قلتي كله شو رسالتك رسالتي آه يعني شو اللي بدك تقولي رسالتي أنه بدي أحكيها أنه يا أسر انتبهوا لكل متعاطي موجود بينكم متعاطي المخدرات نعم لأنه تعاطي المخدرات سبب رئيسي من أسباب ارتكاب الجرائم لا يمكن فصل جرائم المخدرات عن باقي الجرائم اللي عم بيسير وأنا عم بحكي لك أنه عندنا زيادة في جرائم القتل إذن جرائم المخدرات لازم أربطها بجرائم القتل يا أجانب الأجانب هو كل شخص مقيم على الأرض الأردنية من غير الأردنيين سواء كان لاجئ أو زائر إذن نحن نوجه كمان رسالة للمقيمين على الأرض الأردنية أنهم يحترموا القوانين الأردنية ويكون في عليهم أيضا تشديد لأنه أنا عم بحكي بلغة أرقام بتحلل اللي شو الوضع الموجود عندنا إذا ما رجعنا لمقدمتك نحن في عنا اتجاهات الجريمة عندنا الجريمة الإلكترونية رقم واحد زادت ويجب أن نعرف أنه في عنا جريمة إلكترونية جرائم العنف رح أترك لأستاذنا ودكتورنا أنه يحكي بجرائم العنف الأسري وأيضا نحن نحكي بجرائم المخدرات إذا ما ربطناهم مع بعض رح نوصل لنتيجة بأنه لا يمكن فصل أي نمط من أنماط الجريمة بعيدا عن جرائم المخدرات وكمان عن من يقوم بفعل هذا الجرم مرتكبي الجريمة والجناة يعني الجناة والضحايا متعاطي للمخدرات تعتبره ضحية هلأ مع تحفظ الشديد على كلمة ضحية أنا بسألك سؤال للمتعاطي هلأ هو ضحية الظروف متعاطي المتعاطي المتعاطي أنا لا أنكر تحمل المسؤولية طالما أنت ضمن المنظور العقلاني للجريمة أنت تمتلك الإرادة الحرة فيا إما تسلك هذا الطريق أو أن لا تسلك هذا الطريق بكتور بشير أعطيني ملاحظاتك أريد أن أعلق على موضوع الجرائم الإلكترونية ماشي الجرائم الإلكترونية 18404 ماشي الجرائم الإلكترونية لكن لو رأي لو تمعنا بهذه الجرائم معظمها تهديد تشهير ابتزاز ابتزاز وقدح وقدح وذم واختيال شخصية واختيال شخصية هذه الجرائم هذه الجرائم لا يشملها التقرير الإحصائي نعم في مديرية الأبن العام لو يتم شمل هذه الجرائم لا تكون الجرائم نسبتها وعددها كبير جدا لذلك الجرائم الذي يركز عليها تقرير الأمن العام الإحصائي يركز على الجرائم الواقع على الإنسان على الجرائم الواقع على الأموال وعنف الأسري بس قبل العنف الأسري معناته اليوم نحن قاعدين نحكي بأن مفهوم الجريمة يختلف نعم يعني ماشي الجرائم الإلكترونية هي جريمة إلكترونية لا شك مسماها القانوني هو جريمة إلكترونية نعم ماشي بس بالأمن العام ما بيعتبروه مثل جرائم القتل مثل الجرائم لأن سيدي لو جينا على الجريمة أنواع الجرائم حسب قانون العقوبات الأردني أنواع الجرائم ثلاث الجنيات الجنح والمخالفات حتى مخالفة السير جريمة ماشي لكن هذه مخالفات السير لا ترتقي إلى جريمة تعرض حياة نعم نحن الجرائم ماشي الجريمة الجريمة العنف الأسري هي ضمن التقرير الإحصائي موجود نعم ضمن التقرير لما تقريرها جريمة قتل حسبها للتقرير الإحصائي إنها جريمة قتل مشاجرة إذاء بليغ ضمن التقرير الإحصائي ضمن التقرير الإحصائي جرائم القتل الآن هي تشمل جميع جرائم القتل التي وقعت في المملكة سواء وقعت داخل الأسرة أو العنف الأسري أو غير الأسرة هي بتغسد العنف الأسري وجوز العنف ضد المرأة حتى ضد المرأة صح ضد المرأة هذه القضايا شملها التقرير شملها التقرير ولكن إذا نحن نحكي من منطلق جناة ومجني عليهم نجد أن المجني عليهم من النساء من الإناث أعلى يعني بتوصل نسبة المجني عليهم من النساء 36% هذه جرائم القتل 64% 36% يعني عيدي بالعنف الأسري لا عم نحكي بالقتل 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 القصد والقتل العمد الجناة تقريبا تقريبا تسعة بالمية من الإناث جانيات جانيات يعني ارتكبوا جرائم قتل عنا 91% ذكور المجني عليهم 36% إناف و 63% 64% ذكور على يا سيدي هذه الجرائم القتل وقعت على البرأة أو الرجل أو الرجل هذه تعود لعدة أسباب ممكن أسباب مالية خلافات عائلية أسباب اقتصادية أخلاقية صحيح ممكن تكون جرائم إلكترونية ممكن فبالتالي هذه الجرائم من يرتكبها طبعا بشكل عام هذا يعود لعدة الأسباب التي ذكرناها لكن أنا اللي ركزت عليه أنه جرائم الجرائم العنف الأسري هي مشمولة بالتقرير الإحصائي لمديرية الأمن العام وكأنك بتقول لي أنه الجرائم العنف الأسري مشمولة بالتقرير اللي نزل بالأمن العام والجرائم الإلكترونية أنت لا تجد فيها ضرر على المعتدي عليه إلا ضرر نفسي أو معنوي صح؟ صحيح أو مالي فبالتالي لا تعتبرها جريمة لا ترتقي يعني إلى جريئة بدي أحكي لك شغلة أستاذ عامر عمه إذا بدنا نسجل كل شيء تهديد ابتزاز شتم تحقير هذا بدنا نحط مليون هذا بدنا نحط مليون وبذلك نعكي الصورة سلبية عن الأردن بأنه بؤرة جريمة نضرب الاقتصاد نضرب السياحة بس بالحقيقة الأردن نسب الجريمة عنده أقل من العالم النسب الجريمة قليلة جدا مقارنة بدول العالم وبدول الأقليم هي منخفضة جدا عندنا بالأردن ومعظمها ومعظم هذه الجرائم هي جرائم معظمها الإذاء الإذاء المشاجرات هي هذه النسبة الأعلى التي أدت إلى ارتفاع هذه الجرائم ووصولها إلى 23 ألف 23 ألف جريمة 23 ألف جريمة لو نظرنا إلى بقية الجرائم بعضها لا يتعدى للعشرات والمئات ماشي طيب بسأتي إلى مفهوم جريمة الإلكترونية وغير ذلك بس الدكتورة عملت ربط كثير جميل وكثير مهم وعلى صناع القرار أنهم يقروا فيه كثير يقروا فيه يدرسوه أن أغلب جرائمنا اليوم نتيجة المخدرات لأن المتعاطي أو المدمن ممكن يقتل ممكن يأذي ممكن يسرق ممكن ما بعرف ناسي الرقم بالضبط وطلعت أن أتحدث فيها جرائم قتل تبين أن هذه جرائم القتل جريمتين فقط نتيجة المخدرات جريمتين فقط نتيجة المخدرات وبقية الجرائم هي إما خلافات عائلية خلافات مالية أو مشاجرة أخلاقية أو مشاجرات جريمة قتل وليدة اللحظة وهذا لا يعني أن المخدرات لا يعني نعم هناك انتشار للمخدرات نقولها بصراحة فيه هناك انتشار للمخدرات لكن ليس لدي الإحصائية السنهاي أما من العام الماضي جريمتين فقط نتيجة المخدرات نحاول نحصل على هذا الإحصائي نعلن أو لعلنين يا شباب طيب نكمل حلقة دكتورة تفضلي أستاذنا في نقطة مهمة جدا أنت شو رأيك باللي قاله الجريمة الإلكترونية بيقولك ماشي اسمها بالقانون جريمة على عين وعلى رأسي مثل المخالفة لكن هذه الجريمة الإلكترونية ليس لها الأثر النفسي على المجتمع لها أثر نفسي اليوم أنا بدأ روح أكتب لي عليك شيء على الفيسبوك مزبوط بتروح انتبع على الجراء الملكتروني تشتكي على العام تصبر جريمة سجل الجريمة تفضل الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة يعني لما نحكي ابتزاز لما نحكي تهديد لما نحكي ذم وقدح لما نحكي تشهير كم في جريمة تم ربطها بسبب جرائم إلكترونية وبسبب تهديد أدي في ممارسات مورسة ضد أفراد من المقيمين على أرض المملكة خلينا أكون أكثر شفافية خلينا أكون شفافة ومورست عليهم بضمن حدا قاعد وراء الشاشة وعن بيبعث لك تهديدات أي أذى نفسي أنت ممكن تتعرض له وأي جريمة قد ترتكبها في حال تم التشهير بأحد أفراد أسرتك باصة محلا يعني وآخر وآخر إشي اللي صارت لما بلشوا شهره بممارسات معينة أدي هذا ناس انجرت وراء هذا الكلام وناس انجرت وراء ممارسات أخرى أدي ممكن جريمة تهديد واحدة أو تشهير واحدة توقع جرائم تانية ترتبط فيها سواء قتل أو تعذيب أو إذاء بليغ أو إلى آخره ويكون سببها جريمة الإلكترونية أكم وجه من أشكال العنف ممكن يقع داخل الأسرة ضمن الأسوار المغلقة وضمن الغرف المغلقة من تحت باب الجريمة الإلكترونية تمام قد أن نستطيع نحكي أن الجريمة الإلكترونية هي شكلها هي شكل واحد والله أنه لا مش شكل واحد ذم أو قدع باشي اليوم الجريمة الإلكترونية المنتشرة في الأردن شو هي أول شيء ذم وقدع ذم وقدع وتشهير وتشهير ابتزاز إلكتروني في عنا ابتزاز في احتيال مالي ماشي احتيال مالي شو كمان احتيال مالي هذه أبرز الأنواع بس في عنا أنواع كتير أعطيني مثل شو وين تلفون كات تلفون مثل شو كمان ألا بطلع لك إياهم عندك الابتزاز عندك ذم واحتيال مالي ذم وقدع وتشهير وتفرقة شو تسموها العائلة لا لا عندك سرقة بيانات سرقة بيانات عندك انتحال شخصية طيب ماشي عفوا وعندك التحكير تحكير لما بتهكر تلفون غيرك أو أنه أنت بتدخل على معلومات غيرك لما بتستخدم معلوماتك الشخصية بانتحال إلكتروني بسرقة معلومات بنوك بأنك أنت تعمل قرسنة إلكترونية كلها هاي أشكال الجريمة الإلكترونية صحيح هاي بتولد قتل؟ طبعا لما بتم الإبتزاز ولما بتم التشهير ليه ما بدوا يولد قتل؟ طيب شو نسبت القتل فيها دكتورة؟ كويس كويس طيب شو نسبت القتل فيها بيكون؟ هذا أكيد لازم نرجع للجهات المختصة حتى أنهم يحددوننا بالضبط هاي الجريمة شو سببها؟ وللأسف الشديد علشان أكمل فكرتي للأسف الشديد لما إحنا منطلع على تقرير الإحصاء الجنائي ونطلع على دوافع الجرائم وخاصة مثلا بالقتل بيطلع عندك بنسبة 73 ل74 بالمئة من الدوافع لارتكاب جرائم القتل مثلا الخلافات العائلية والخلافات الشخصية بين الأفراد طيب الخلافات العائلية شو تشمل؟ مش واضحة الخلافات الشخصية شو تشمل؟ الخلافات المالية شو بتشمل؟ أيضا كمان إحنا علشان نكون منطقيين يلزمنا تحليل نوعي حاضر نحن حال النوعي بس بالتسكسوال الساعة 74 ميلي خلافات العائلية والخلافات الشخصية يعني إحنا غشينين الخلافات العائلية شو سببها بالأردن؟ بصبت يعني بصبت لو سمح إحنا عارفينها بصبت يعني سواء كانت يعني إحنا هو شي بالأردن بطخو ثلاثة أربعة بصبت إحنا شو عادينا منحكي؟ ليه ما بدها تكون مرتبطة بالجرائم الإلكترونية؟ وليه ما بدها تكون مرتبطة بالجرائم المخدرات؟ ماشي لازم ترتبط بس كيف نسبتها وضعت المجال للدكتورة تفضل؟ سيدي بالنسبة لما ذكرت الدكتورة خولة رائع جدا وممتاز جدا الإحتيال المالي والإبتزاز والقتل وانتحال الشخصية شملهن التقرير شملهن التقرير الإحصائي لكن هنا ملاحظة رائعة جدا من الدكتورة خولة للأخوة في مديرية الأبناء العام في إدارة المعلومات الجنائية أن الآن التقرير يجب أن يتم تطويره تقرير الإحصائي يجب أن يتم تطويره وإفراد بنت الجرائم الإلكترونية ما هي الجرائم الإلكترونية ويتم توضيحها هذه الجرائم الإلكترونية مثلا عندنا عن طريق الجرائم الإلكترونية صار عندنا احتيال مالي خمس أو عشر قضايا المفروض أن يفردها ضمن الجرائم الإحتيالية وعند الجمعية تم جمحها مع جرائم الاحتيال بشكل عام أنت أدر مني بالأمن العام بس أعتقد أنه عملوها السنة الماضية أعتقد أو ظلت معلومات عندهم وعرفوها بالتفاصيل هي موجودة في المعلومات الجنائية لأن مرة عملت حقا مثل هذا الموضوع أعطوني بالتفصيل للأمانة وجرائم بالأردن الإلكترونية والله ما أنزل الله بها بس إيش مش ظواهر حالات فردية زيادة مضطردة زيادة مضطردة إحنا لما نحكي بـ 18404 مقارنة لقبل 3 أو 4 سنين كانت أقل من 9000 أو 9000 كورونا سوبيل 2019 إلى 2014 من 2019 صحيح للجرائم الإلكترونية الآن فيه هناك نوعية نوعية الجرائم الآن أصبحت مختلفة نوعا ما عندك الإتجار بالبشر الاحتيال الإلكتروني التهديد التشهير هذه موجودة كما قلت أن هذه الجرائم شملها التقرير الإحصائي لكن لا بد من أسعنا ما إلي بالتقرير شملها ما شملها إحنا خلينا نحكي عن جرائم موجودة في الأردن كيف نحكي من هذه الجرائم سيدي الحد من هذه الجرائم لا يمكن حد من هذه الجرائم إلا بتعاون المواطن والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام أيضا وسائل الإعلام لها دور كبير في التوعية والتثقيف وإرشاد المواطنين والأسرة الأسرة المدرسة المدرسة المعلم التقليل من الجرائم بشكل عام هناك دور على الحكومة لو رجعنا إلى من أسباب وقوع الجرائم في الأردن من الأسباب التي أدت الوقوع البطالة هناك البطالة الهدور الهدور كبير جدا في ارتكاب الجريمة فبالتالي التخفيف من البطالة والتقليل منها يودي إلى تقليل نسبة الجريمة فبالتالي الجريمة يعني لا يمكن جهة من الجهات الحد منها إلا إذا تكاتفت وكل جهة قامت بدورها للحد من هذه الجريمة لا تقع مسؤولية الحد من الجريمة على فرد أو على مجهة أو مؤسسة معينة أنت حكي الدكتورة بتتحكي بس بعد الفصل تفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد وجد ترحب بضيفي وأعود للحلقة طب أنا اليوم أريد أسأل سؤال إحنا من شو خايفين من الجريمة من أي جريمة بالذات اللي قاعدة بتتصاعد وخايفين منها إلا إذا كان عندك رد للدكتور بشير قبل الإجابة لا بالنسبة للدكتور بشير يعني ما ذكره أنا أوافق معه أوافق الرأي مية بالمية ولكن أن الجرائم الإلكترونية لهؤثر كبير كما هو بقية الجرائم يعني لا نستطيع أن نمكن العلاقة ما بين الجرائم المختلفة الجريمة الإلكترونية قد تؤدي إلى جرائم قتل الجريمة الإلكترونية قد تؤدي إلى جرائم المخدرات لأنه حتى شرى المخدرات والإتجار المخدرات صارت هي جريمة إلكترونية إذن إحنا لا نستطيع أن نفصل هذه الجرائم وعلاقتها ببعضها البعض. فكل ممارسة وكل سلوك جانح قد يؤدي إلى جريمة. لا يحمد عقباها. وتمس السلم والأمن المجتمعي. ولكن عودة لسؤال. مخالفات السير تؤدي إلى جريان؟ مخالفات السير قد تؤدي إلى القتل الخطأ. إلى الإذاء البليغ. تؤدي إلى قتل العمد مباشر. ولكن هل الأثر سليرة المخالفة. هل الأثر على السلم المجتمعي بمخالفة السير أو بحالة القتل التي سببها مخالفة السير. عدلوا القانون. عدلوا القانون. لكي يعتبروها جريمة قتل. نحن نحكي من وجهة نظر مجتمعية. من وجهة نظر مجتمعية. تصير جاهة ويتقبلوا ويصلحوا على هذا الموضوع. بظل حق الدول. بالقانون الجديد في حق الدول. حق الدول على عين وراثي. ولكن بجريمة كهذه العرض. أو الخطف. أو التزوير. أو الاغتصاب. أو البغاء. تحت التأثير المخدر. من بده سامح؟ صحيح. إذن إحنا أمام اتجاهات جريمة. إحنا عم نحكي فيها. صحيح. اتجاهات جريمة موجودة الآن. التصبت معي سيدة. قالت لي أنه في عندها مشكلة. إحدى بناتها. خواتها. جاراتها. لها واحدة منها تتعاطب. وتعرضت لعملية اختصاب. لأنها تتعاطب. كانت لها مش أول مرة. هاي ثالث مرة. فأنا قلت له هي بطلة اختصاب. ثالث مرة. لأنها بسبيل الحصول على هذه المخدرات تعمل أي شيء. لا تعتبر ذلك جريمة. يعني هاي البنت ممكن إذا صحيت أو هذا الشاب إذا صحيح على حاله ممكن يقتل نفسه. نعم. لا قدر الله. صحيح. وكثرة البغاء بالأردن. مصيبة. نعم. تقول لك للأجانب كيف زادت بالله معلش؟ 166% نعم سيدة. نعم مجتمع المحافظة. وبشكل عام للأردنيين والأجانب 64% تفضل علق. سيد. تفضل دكتور. صحيح. هناك ارتفاع في نسبة الجرام البغاء. شو سببه؟ شكل بشكل. فمزحش سببه السوشال ميديا؟ احكي. مخدرات. سوشال ميديا. الابتعاد عن الدين. ما في وزع ديني. بدت أن البني آدم يبيع نفسه ويبيع حاله مقابل للحصول على مال. هدف أساسي بحياته. ماشي. تفضل دكتور. أنا أرد أن أثني على كلام الدكتورة. كل ما ذكرته من الأسباب هي صحيحة. تسبب في ارتفاع نسبة الجريمة. لكن أهم عنصر في هذه العوامل التي ذكرت. هو الوازع الديني وضعف الإيمان من قبل مرتكبي هذه الجريمة. للأسف البعد عن الدين والبعد عن المعتقدات الدينية هو سبب من هذه الأسباب. هذا السبب. ضعف للوازع الديني يؤدي إلى العوامل الأخرى مباشرة. يؤدي إلى تعاطي المخدرات. يؤدي إلى ارتكاب أي جريمة. يؤدي إلى أي شيء ممكن يعمله الشخص. لأن الوازع الديني في النهاية هو المظلة. طيب دكتور هل اليوم أنت مع أن الروح على جريمة مثل الجرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات على وجه الخصوص؟ خليني بس أكمل نقطة. وراح أتكمل قد ما بدك تعطيك وقت لأي أنا قصرت معك بالوقت. أنا أعترف. هل أنت اليوم مع أن جرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات نضع إلى استراتيجيات خاصة؟ تفضل. نعم. أنا الأوان حقيقة أن يتم وضع. بالنسبة لجرائم الإلكترونية يجب أن يتم وضع استراتيجية. بالرغم أن مديرية الأمن العام مش مقصرة. مديرية الأمن العام تتابع. هناك وحدة كاملة متكاملة في دارة البحث الجنائي. لكن لا بد من وضع استراتيجية لمحاربة ومكافحة الجرائم الإلكترونية منفردة عن استراتيجية الأمن العام بشكل عام. اللي اتفضلت فيه عن مستوى البلد. اللي هو الأسرة والمدرسة والجميع. والمدرسة والحكومة ووسائل الإعلام. يجب أن يتم وضع استراتيجية عامة لمكافحة الجريمة الإلكترونية. أما بالنسبة للمكافحة المخدرات. هناك استراتيجية لمديرية الأمن العام. والاستراتيجية تشتغل عليها إدارة مكافحة المخدرات. والشاهد في ذلك الضبطيات التي يتم ضبطها. والمداهمات التي يتم إعتقال. نعم هناك حرب جبهة مفتوحة علينا من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية. تقودها دول وحركات عسكرية ومنظمات وميليشيات. تحاول غراق الأردن بالمخدرات. وهي تقوم باستمرار وعلى مدار الساعة. أنا الأوان أن تقوم بقية الجهات في داخل المملكة. وأقصد داخل المملكة. لأن قواتنا المسلحة تحارب المخدرات على الحدود. مكافحة المخدرات كذلك. كذلك. الجمارك نعم كذلك. لكن هناك سبات عميق داخل مؤسسات الدولة الأخرى. وأقولها بصراحة على شاشة المملكة. وسائل الإعلام مقصرة. وسائل الإعلام الخاصة أو وسائل الإعلام الحكومية. حكومية أو العام أو المقصرة. المؤسسات الدينية. سواء المساجد أو الكنائس. مقصرة في دورها. المدرسة، الجامعة، العائلة، المجتمع. كله مقصر في دوره في مكافحة المخدرات. يعني الثقل كله يقع على إدارة المخدرات. إدارة المخدرات من خلال شاشة المملكة. وقلتها قبل المرة. ومع عطوفتك. حكيت أنه لابد من الحكومة عادة النظر في الهيكل التنظيمي لمدرية الأمن. عفواً لإدارة مكافحة المخدرات. مدرية الأمنة عامة شمقصرة. يجب وضع ميزانية خاصة لمكافحة الإدارة مكافحة المخدرات. يجمع عادة الهيكل التنظيمي وتزويدها بالموارد البشرية. وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة. الجريمة اختلفت مهربين. زورت يوم مكافحة المخدرات. مهربين لمخدرات. اختلفت أساليبهم من أساليب التهليم. سيدنا نروح الزورة المكافحة. ولا مواخذة. بدأ المكانه يهربوا بأساليب تقليدية. أجل الله على الدواب وعالحمير وعالغنم. الآن طائرات مسيرة. فبالتالي دائرة مكافحة المخدرات. لا بد للدولة من الآن إعادة النظر في دعمها. ويجب أن يكون الدعم المالي والبشري لا محدود. لا محدود ومنفصل على ميزانية مديرية الأمن العام. مديرية الأمن العام عندها ميزانية. فبالتالي بتتوزح الميزانية التي تعطيها هيها الدولة. إيش للبحث الجنائي. إيش للسير. إيش للمخدرات. إيش للمراكز الأمنية. والتالي حصة دارة مكافحة المخدرات ستكون نسبة قليلة جدا. لأنه بدنا نقسم هذه الميزانية كلها. لذلك لا بد أن تكون ميزانية خاصة لدارة مكافحة المخدرات. حتى نستطيع تسكير الجبهة الشمالية والشمالية الشرقية. وزيادة الموارد البشرية. وزيادة المخصصات المالية. شوف. أي موظف. أي موظف. خلنا ندخل بالإدارة شوية. أدخل. أي موظف. إذا لم يكن هناك تحفيز إله. لن يستطيع يقوم بدوره. فبالتالي لا بد من تحفيز دائرة مرتبات مكافحة المخدرات. هناك تحفيز من مديرية الأمنع. سامعني كمان. دمعتم عكفاتهم الشبابين. موجود. مكافحة المخدرات. في تحفيز من مديرية الأمنع. بس هذا التحفيز. أقول لك هذا التحفيز يتقسم على بقية مديريات الألاء. صحيح. لأنه كل وقت صحيح. فبالتالي تحفيزهم زيادة مرتباتهم. أعطاهم ميزات. وحط إيدوا شرطي للمخدرات وضبط المخدرات. حط روحوا على كفه. وكم واحد استشهد من مكافحة المخدرات. وبعد ما يستشهد للأسف ما في هذه الميزات لذويه وأهله. وهذا ينطبق على قواتنا المسلحة. وينطبق على جميع الأجهزة الأمنية. أين مكان تواجدهم. كويس. ماشي. أنا أعطيكي مجال فيما يحص الجرائم الإلكترونية. علماً. أنا زرت مكافحة المخدرات. بالمصحف. القرآن كريم باقين يهربوا. نعم. تخيري لين وصلت التهريم. وعندهم جزء قسم كامل اللي هو الإلكتروني. كيف يتابعوا اللي يتاجروا واللي يبيعوا وما إلى ذلك. هذا فيما يخص المخدرات. ما شاء الله الدكتور. يعني يغطى وقدم توصيات. ونسأل الله وزارة الماليين يدعموهم. لأنهم يستاهلوا بصراحة. لكل الدولة تعترف بأن هناك حرب على الأردن في المخدرات. الجريم الإلكتروني كيف يمكن. قبل أن نلتقل الجريم الإلكتروني. بس خلينا حتى أن نكمل المشهد كاملا بالتعاون مع دكتورنا. خلينا نحكي بما أنه كانت تحدثة جليا وبشكل واضح جدا باستراتيجية الوقاية من المخدرات اللي تم وضعها من قبل إدارة مكافحة المخدرات. تشارك فيها. سكتي المخدرات بالذات كل الدولة بتشتغل عليها لأجهزة الأمنية. نعم واستراتيجيتنا واضحة. ليه؟ لأن الأرقام شو بتقولك؟ الأرقام بتقولك أن جرائم المخدرات زادت بنسبة 25%. هاي 25% والعدد الجرائم 32% جرائم التجار بالمخدرات. وعندك 68% جرائم التعاطي وحيازة. اتفقنا لهون؟ هذا شو معناته؟ هذا معناته أنه أنا يتطلب مني استراتيجية واضحة وجلية المعالم بالجهات اللي بدها تنفذها للمتعاطين. إذا أنا عندي نسبة التعاطي 68% من نسبة جرائم المخدرات. إذا أنا شو بنقصني؟ المتعاطين أدي. يعني بدك نغلط العقوبة والمتعاطي من أول مرة يسجل علي قائدنا. يعني مش بس أنه نغلط العقوبة. العقوبة يجب أن تكون رادعة. وغير العقوبة الرادعة لازم يكون في علاج. إذا ما عدت لمقدمتك وسألتني سؤال. أنه هل يمكن اعتباره ضحية؟ إذن إحنا أمامنا نحكي بعلاج. إذا ما فصلنا كمان أخذنا بعين الاعتبار ذكور وإناث. إحنا ما عنا علاج لتعاطي الإناث. ما عنا مركز متخصص للإناث. لعلاجهم من التعاطي. إحنا في عنا مراكز سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية. إذن إحنا بنحكي أمام مشكلة كثير كبيرة وهي التعاطي. إذن التعاطي إذا أول مرة بدي أتركه. وبدون رقابة. أنا ما بحكي لك أنه نغلط العقوبة. يا أخي لماذا نستخدم العقوبات الإلكترونية؟. لماذا نستخدم العقوبات المجتمعية؟. لماذا يكون في عقوبات بديلة؟. كان الإسبوع هذا عملت حلقة. كان غاية تفقد كيف يتعرف الأهالي على المتعاطي. وكان معنا دكتور مدار دكتور أبو دندن. والدكتور طلع وحكى أنه للأسف بيتعالج وبرجع 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 وبرجع. فإذن هذا بلزمنا وأعود للدكتور الذي أفرده أنه قد نحن بلزمنا أن تكون جهودنا متكاثفة على مستوى المؤسسات غير الرسمية. مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية والتي تنطلق. المجتمع المدني. مين؟. مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية التي تبدأ من الأسرة. وبالمدرسة وبالجامعة وبالحي وبالمسجد وبالنواد الرياضية. معدنة جريمة بالجامعات عندك؟. لا لدينا خصوصي. ولكن بجرائم القتل تحديدا. مشكور التقرير الجنائي أفرد. أورد معلومة جدا مهمة. وتعطي اتجاه للجريمة. وهو الفئة العمرية للجناة في جرائم القتل تحديدا. 40% منهم من سن 18 إلى سن 27. شباب صغير. من 18 إلى 27. 40% منهم من الجناة في جرائم القتل العمد والقصد. إذن إحنا قاعدين عم نحكي بفئة شباب. وين مراكز الشباب؟. وين مؤسسات الشباب؟. إحنا إذا بدنا نشتغل بدنا نشتغل بطريقة تكاملية. وين الرعاية اللاحقة؟. فكل آياتها هي سلسلة من التكاثف. ما بين الجهود حتى أنه نصل لنتيجة. سؤال أخير. دخلك مش شون كان فيه يعملوا شيء تبع من دعم مرأة. دعم مرأة منظمات وكذا. ودنيا وعالم وبعدين حريات. وبعدين ما بعرف شو. وحقوق الإنسان. فحكوا علينا فيها يا سؤال. وكل هذا الدعم يعملون الشيء للمخدرات. وين مؤسسات المجتمع المدني اللي بتجيها الدعم هاي والفند والدفاع والدفاع؟. وين من السلم المجتمعي في البلد؟. ليش لما يكون في عنا شيء سلم مجتمعي في البلد؟. ما مشوف فاير منظمات؟. من يوجههم؟. هذا هو السؤال. صحيح. من يوجه منظمات المجتمع المدني لأنها تعرف ليه ما يكون فيه جلسة عصف ذهني. لكل مؤسسات المجتمع المدني. ونحكي بقضايا السلم المجتمعي. ونقول شو مفالبنا. من يوجههم؟. أنا بسألك. ما حدا يوجههم. ما حدا يوجههم. هن بروحوا حتى أنهم يتلقوا التمويل. بناء على الممول نفسه. لا بناء على شو يقدمون لفرزنتيشن. تفضل دكتور. على الممول. هل أكون بتمكني المرة؟. أما مخدرات حرام تطلوا عليها. بالنسبة للتعاطي المخدرات وعلاج المخدرات. حقيقة أؤيد الدكتورة خولة بما تحدثت عنه. هناك مراكز بسيطة جدا. في مديرية الأمنى عام لا يوجد إلا مركز واحد. أتوقع سعته إذا لم تخني ذاكرتي. ثلاثين شخص وماء. أربعين شخص. مع ازدياد الأعداد والمتعاطين بشكل كبير جدا. فبالتالي هذا يقع أيضا على دور الحكومة. أنه يتم إيجاد مراكز لعلاج المتعاطية المخدرات. ليس فقط في عمان. في ناس متعاطين في محافظات الأطراف. في المحافظات البعيدة. المفروض يتم وضع أو إنشاء مراكز للمعالجة في هذه المحافظات. خاصة أنه الآن نعاني من تدفق المخدرات تفشي بشكل كبير جدا. سؤالك سيدي. سيدي سؤالي اليوم. فيما يخص الجرائم الإلكترونية. نعم. وأنماط الجريم الجديدة صارت. صحيح. ما يجب أن نفعله حتى نحتها على الأقل؟ الجرائم الإلكترونية. نعم. هناك كما يصدر من إدارة البحث الجنائي عن إحصائية هذه الجرائم. هي جرائم مرتفعة. وهي بازدياد. لذلك لا بد من وضع استراتيجية على مستوى الدولة. وضع استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم الإلكترونية. تشترك فيها مؤسسات من المجتمع المديني. أو من المجتمع المديني. ومن مؤسسات الدولة. قانون الجرائم الإلكترونية قانون صارم. قانون قوي وقانون صارم. ونحن مع هذا القانون. لكن ما زال هناك في جهل من المواطنين. في جهل من بعض. لا أعمم أنا. من بعض الأشخاص. لغاية الآن. ما بيعرف عواقب ما يقوم بكتابتها. أو يقوم بوضعه على هذه وسائل التواصل الاجتماعي. أو على المواقع المستوى. أنا أتقول لك شغل واحد وأمر الله قبلا. فبالتالي لا بد من التوعية. لا بد من التوعية. ولا بد من قيام الجهات المعنية. سواء حكومية أو غير حكومية. بواجبها. من أجل الحد من هذه الجرائم. خلنا أقولها الكلمة وأمره لا الله. اليوم لما عملنا قانون الجرائم الإلكترونية. حطينا فيه ووسعناها. بمعنى إذا أنا بدأ روح أحكي أي جبلة على أي وزارة أو أي وزيرة أو أي. والحمد لله ما بيطلع منا هذا الحكيم. صحيح. تهمة. بوقفوك. وبالسجن وما إلى ذلك. مثل ما حاوتوا أنفسهم. بعدم الإساءة للشخص. ترى اللي بيصير بجرائم الإلكترونية أكبر من التعدي على الشخص. ووسعوا القانون ودعموا دائرة الجرامة الإلكترونية بالأمن العام. بحاجة. شكرا جزيلا لضيفي الخبير الأمن الدكتور بشير لدعجة. شكرا وصول لك أستاذة علم الجريمة الدكتور أخونا الحسن. دمتم بخير. ألتقيكم غدا. فإلى حين. كل انتحايا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر